إن البشر يفرحون بالسحاب الثقال ويستبشرون ببرقه ورعده ولكنهم مع ذلك يخافونه فيعيشون تلك الأجواء وتلك اللحظات بين الطمع والخوف فلماذا يخافون ومما يخافون إنهم يخافون منظر الكون وقد تغير فلقد حجبت تلك السحب المتراكمة ضوء الشمس فأظلمت الأرض وإذ بالرعد يهز بصوته أرجاء الكون والبرق يكاد ضوءه يخطف الأبصار فتسري في القلوب مسارب من الخوف والوجل لكن الناس يكتمون ذلك الخوف عن بعضهم البعض ويتجلدون لذلك ويظهرون فرحهم فإذا اشتد الظلمة الكون وتتابع البرق وكثر وقوي صوت الرعد وهاجة الرياح ازداد الخوف ووجل العباد المؤمنون والكفار الأبرار والفجار لأن تغير أحوال الكون وتغير نظام الكون واضطراب نظام الكون يبعث الرهبة في القلوب ويثير الرعب في النفوس لكن خوف المؤمنين يكون من ربهم جل وعلا سبحانه وتعالى ومن عقوبته جراء ذنوبهم ومعاصيهم وتقصيرهم فإذا سمعوا الرعد بذات الصوت الهائل العظيم نطقوا معه مسبحين لله ومعظمين له قال الله عز وجل والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ترجمة نانسي قنقر